المرأة الزوجة تحتاج منك إلى كلام إلى أن تكثر الكلام الحب هنا عندها في الأذن نعم نعم فأنت كل ما تحسن إليها وكل ما تتكلم وتعطيها من هذا الكلام الطيب والمدح وما إلى ذلك هي تزيد في طاعتك تحبك أكثر ولو أحبتك صنعت بإذن الله كل شيء تريده نعم لابد أنت تكون قدوة تتحلى بالصبر لا العصبية لا تغغب كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة عندما جاء له وقال أبح لي الفاحشة كيف حدث النبي صلى الله عليه وسلم تحسن مع ذلك المرأة الذي تحصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن لأحسن 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 لأحسن؟ قال أترضاه لأختك؟ قال لا قال ولا الناس يرضون الأخوات يعني كل الأشياء التي حول المجتمع الآن التي تعيش فيه كلهم ضد القيم والتعليم الإسلامية نعم فلابد أن تسعى لإصلاح يعني المجتمع اللي حولك يعني ليس أنت فقط يعني حتى مثلا الأشياء اللي يشاهدوها الأهل يعني تغلس فيهم القيم الإسلامية تسقي الإيمان حتى يزيد الإيمان عندهم إجعلهم أول شي يتعلق بالله يزيد إيمانهم بالله يزيد اليقين يعني دلاء النبوة يعني ممكن تأخذ الأهل إلى عمره تبقى هناك أسبوعين شهرين مثلا في مكة في المدينة وتسعى أنت لكن بصورة غير مباشرة لتقوية الإيمان لو كان تجد لها بعض الصديقات من يعني يزيد في إيمانها لا يفسد عقلها ومن ثانيا لتحاولين تجد للترجمة يجعلهم بطاقة pero a veces indirectamente ويجعل لا يكون لتجد لتجد للترجمة بالطبع و dinيمان maybe visiting some good friends of her who are decent friends and those won't going to drop their minds لا تقول أنا فاشي لا لا تستطيع ان تعتقد أنني أمتعك قل أنا بعون الله أنجح بالله سبحانه وتعالى لا بغيره قل بغيره بأن الله سبحانه وتعالى الله سيكون سعيد بل مع الله